السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم في الفيديو ده عن ال date formula او دالة التاريخ الجزء التاني. اه لحقيقة كنا عرضنا فيديو سابق عن ازاي استخدمناه واتو داي. والنهاردة بنستكمل نفس الموضوع بس بطريقة متقدمة شوية. بمعنى اللي احنا نغطيه في هذا الفيديو هو اه ازاي نقدر نحسب عدد ايام العمل خلال العام. اه مع استبعاد طبعا نهايات الاسبوع والاجازات او العطلات الرسمية. وبالاضافة لكده ازاي ممكن احول التاريخ اه زي ما احنا شايفين في العمور التاني الى ايام. ايام الاسقوع اللي هي السابت والاحد والاحد. دول النوت اللي هنحاول نقطيهم في هذا الفيديو. احنا عارفين طبعا احنا عندنا تلتمية خمسة يوم في السنة. وعندنا مسلا الويكند يومين في الاسبوع. اه عندنا اتنين وخمسين اسبوع. يبقى عدد اجازات الويكند حوالي مئة واربعة. يعني تقريبا عدد ايام العمل في العام. متين واحد وستين يوم. ازاي ممكن نحسب ده في اكسل. اللي حقيقة فيه معادلة اه سهلة ممكن نطبقها على طول. اللي هي بنقف على الخلية ونقول له يساوي. اه وبعدين بنكتب نتورك نتورك دايز انترناشنال زي ما انت شايفين دي نتورك دايز انترناشنال فبيفتح لي القوس وبيسألني مجموعة من اسئلة بجاوب عليها بيسام لي القصة عدد. فبيقول لي عدد ايام العمل في العام بداية من اي تاريخ. فانا هقول له التاريخ الاول اللي هو مسلا اه واحد واحد. ممكن يكون كتبه حتى في اه خلية ما. اللي هي الخلية دي واحد واحد عشرين. فبيسألني طيب الاند ديت فين? طبعا كتبته مفروض بعمل ايه بعديها بيسألني الاند ديت فين? اللي هو واحد تلاتين اتناشر عشرين عشرين وبعدين بعمل بيسألني ايه هو الويك اند بتاعك ايه هو سبت وحد ولا حد واتنين ولا اتنين وتلات ولا اه جمعة سبت فانا اختار ليه الجمعة والسبت. وهيسألني مسلا عن كمان دخلت انا الجمعة والسبت خلاص. اه الويك اند. لا لسه دخلش. فهو هنا ندوس عليه. لسه دخلش الويك اند. اللي هو سبعة. اللي هو سبعة نضيفه. وبعدين نعمل ايه باصل. بعمل يسألني على الهوليديز. فانا ممكن اقول له مسأل ده بتاعي هو اه اتنين تلاتة عشرين مسلا انا بتكتبه مسبقا هنا. واقفل ايه فهو حساب لي على طول عدد الايام ميتين واحد وستين يوم. اه ده عملية حساب عدد الايام بلايه استخدام او اه نتورك دايز انترناشن. طيب. طب ان انا عندي الجزء التاني عندي مجموعة من التواريخ اللي هي رقمية زي ما انتم شايفين. وعايز احولها ايه لا اعرف التاريخ ده هو اي يوم في اسبوع. فده بنطبقها باستخدام الدي فانكشن. هقول لي ساوي داي. بعدين افتح القص. وبيسألني بقول لي انت عايز اي اه بتاع اي رقم عايز تحوله فهقول له دوت اختار الخلية. فادوس انتر. فهو جبها لي بطريقة تانية احياتي. فانا مش هي ريسي غلا انا عايزها انا عايز ويضهالي في صورة الايام الاسبوع. فانا بقف واعمل ايه على الخلية واختار واروح على الديت. وابتدي ايه اعدل طريقة عرض الديت زي ما انا شايف. هلاقي هنا ما فيش حاجة اسمها ايه. وكده فهروح على كسم. ادوس على نرجع لها تاني انها افلت. وهدوس على زي ما انتم شايفين واروح هنا على الطيب. وابتدي اكتب حرف الدي. وابتابع اشوف ايه اللي هيزهر عندي فوق هنا. وكمان دي كده فابتدي يزهر لي كمان دي. فابتدي يزهر لي اليوم اللي هو لو كملت دي تاني فهو ده الصورة انا عايزة فهقول له ايه? اوكي? فهو خلاص حول هالي جاب لي اليوم على طول المقابل لي واحد واحد اشتين ان هو كان يوم الاحد. طب اقرره في نفس الايام ازاي? انا بقف على المربع الغامق ده واعمل دابل فبيجيكم لي زي ما انتم شايفين كده اه ايام الاسبوع. اه يبقى كده احنا استعرضنا في الفيديو ده ازاي ممكن احسب عدد ايام العمل خلال العام? باستخدام دالة اللي هي وكذلك ازاي ممكن احول التواريخ الى ما يقابلها من ايام اسبوعية بمسمياتها السابط الاحد والاثنين وخلال. اه ارجو يكون المعلومة وصارت لكم. اه ان شاء الله نلقاكم في مرات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.